نكمل مبعض سؤال اول حاجة طبعا ان هو عايز الكارن تأكيده ولكن هو السيم كارن تخد بالك في القانون المفروض ف على ال اللي هو الاسلوب هنا هو ال ال اللي هو ده واحد على دي واحد على دي فتحت اللي تحت بيطلع فوق فتبقى اف في دي اف على ال ال الف دي من هنا كده ال اف على ال تايمز دي دي ادي ايه ميو اي سكوير على يبقى ده اللي سلوب ده اللي سلوب تعال نحسب اللي سلوب ما تنساش دي بيش تسعة دي تسعة وناخد معها مين ال سيرتي وي على اكس سيرتي ايكوال كام الكلام ده ميو اي سكوير على اتنين باي ايكوال الكلام ده صح كده دي احنا جدنا اللي هو ميو اي سكوير على اتنين باي واكلناه بالمساماتيكة بتاعته اللي هي وي على اكس اللي هي تسعة تايمتين بور نيو تايمتين على التراتين بس ومن هنا هتحسب الاي ايه الاي سكوير هيطلع معاك خمستاشر يعني الاي هيطلع معاك سري بوينت ايتي سيفن امبير يبقى الاجابة دي اللي بعده بيقولي او 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 واضح من الراسم ان هو فعلا لان الاي كده طلع لفوق جاي كده جاي كده جاي بيقولي ان انا اوكي فين الجراف اللي بيعبر عن كده والله هو انا وانا من انا بادئ من يعني فالجراف يبدأ من فوق فالانسر يقيمة دي يقيمة دي لازه ابدأ من قيمة عالية وابدأ ايه انزل طيب كل ما يقل كل ما يروح لكل ما يبقى وضو عامل كده ده الواير اهو والمجنين في لدي ايه نكمل كده الفورس هنا بكام بزيرو فتبدأ الفورس تنتقل من الماكس وكتاب تقل 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 ما توصل الزيرو يبقى طبعا الانسر بي الجراف ده مش مزبوط ليه لان احنا بنقول اه او كوزين سيتا فلازم الكر بتاعك يبقى كيرف ما انا اصح مش دقا كده اوكي اه طيب هنا بيقولي مثالك لو واي زد او وزد او اي نتوصل بالاكتريكسل وفيه الريوستات ايه اللي علاقة ما بين الريوستات والاف والله الاف ايكوال بال والاي لوحدها ايكوال في بي على الريوستات اللي هو ما سميها ار اس فكل ما حضرتك تزود الريوستات هينكريز الريوستات الكارينتي يقل ولما الكارينتي يقل الفورسات ال يبقى العلاقة ما بينهم ايه سؤال بعده ايج اذا فالوينج فيجر شو تو فيري لونج فيجر كاري كارينت سو انويتش تو فيجر اوف زم زانت فلوكس عند النقطة ايكس ايكوال زيرو يعني عايز النقطة ايكس تبقى نيوترل بوينت هي بقى هلازم الريشيو اي على دي كن ايكوال اي على دي تعال ينشوف اول اول سؤال اول واحد هينا هل تلاته اي على الاتنين دي? يعني اي على دي تلاتة اي على الاتنين دي? لأ يعني دي غلط ايains هستبقى ينه هستبقى اي حاجة فيها خلاصة غلط تلاش في رقم اتنين هل اي على ال ال ا تنين دي اه لان اللي اتنين اي على الاتنين دي govern ли تروح مع البقاء اللي اتنين فتبقى اي على دي ايكور اي على دي يبقى اتنين صح. طب تروح مع التلاتة يبقى برضى يصير. بالمرة اخر واحدة اي على دي اكيد مش اكول اتنين اي على تلاتة دي قد لأ اكيد اي على دي لا تساوي اتنين اي على تلاتة دي طبعا يبقى الاجابة اتنين وتلاتة دي السؤال اللي بعده طبعا احنا عارفين لو هما وبتكون يبقى اي حاجة مش غلط فهم لان تعتمد على في السلكين في واي وفي الاي تو ما فيش حاجة اسمها السلك اللي عنده اكتر يشد اكتر لأ الاتنين بيشدوا بعض زي بعض زي ما اتكلاننا في في الحصة التالتة في المحضرة التالتة طيب والله انا شايف دول ايه عكس بعض اه في بنوم ايبقى انت صح كده طب دول اه بس اتركشن لأ او غلط طبعا جاتي جابة سي يبقى انا فاكست ال ايه ونمبر بي ليه عشان بيقول لي ان واحد بيعمل اف واللي عنده اتنين اي بيزوء التاني بتاني اتنين اف لأ لأ الفورس بتكون خلاص سويا اللي بعده ده كده الايه الفورس اللي بعده زي انتنين ستي ان ونفزم ديكريز الهاف والديستنس انكريز الضبل يبقى الفورس حصل الله ايه تعالوا نشوف هو عمل ايه واحد فيهم وصغروا النص يبقى حطوا قدام مسلا ده مش فرقة وقال لي كمان حط هنا اتنين طب نص على اتنين على الكليتور هيطلع لك ربع يبقى هي قلت ربع قامتها طب هي كانت بكام كانت باو بوينت او فور وبقت بكام آآ او بوينت او ون آآ عشان احس ان انت فاهم بص عشان احس انت ممكن يعني في منك اللي مش فاهم انها بعمل ايه? الاف الاولانية بكام يا شباب? على تنين دي. الاف التانية على تنين دي لانو قلت لك فده معنا ان هي واحدة على الاربعة على اتنين هو مش ده الاولانية هو لا مش هو هو وهو قالك ان الاولانية خلاص يبقى ربع اعتقد كده اوضع كتير السؤال بعده بيقول لي اه برضو كاري سيم كارنت اي واي في السيم يبقى فيها ما بينه طيب في اف طبيعي ايه او او اف بقى سوري يعني عملنا له كان بقيمة وبقى بالقيمة دي زائد اربعة ما هلش تركز في الانجلش كويس اوه يبقى تعالى نعمل تعالى نعمل تعالى نعمل تعالى الاولانية على الاف التانية او تعالى نعمل بس او بس او بطريقة تانية يعني هو لكن الاف دابل دي بقى الاف تو اكوال اتنين اف وان تمام الاف الاولانية بميو اا اي اي واي بي ال على اتنين باي دي تمام والتانية ميو اي 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 بي ال على اتنين باي دي انا بعملها لك واحدة واحدة خبر سوا حشت بالتو باي دي مع التو باي دي لانه ما جابش سرتها حشت بالميو وقل والميو وقل مع بعض عشان ما جابش سيرتهم والكارنت بي ما جابش سيرته فهشوله هو كمان خلاص فهبع عندي الاي اي في الحالة رقم اتنين ايكوال اتنين اي اي الحالة الاولانية طب الحالة الاولانية بكامل اي كان اسمه اي الحالة التانية قالك انه زاد 4 يبقى من هنا نعرف نقول ان الاي اي كوال كام تمام حلها بقى ينوادي الاي ناحين اتنين بالماينوس وايه يبقى اي ما ينس اي بقى اي بقى الاي اي كوال 4 خلاص طبعا في طريقة تانية شبهها برضو مش مختلفة بس انا ازبطى لك بالتفصيل يعني هو قال لك ان الاف ايه? الاف مبدئين كده اكيد الاف اللي هو اللي مشي في الواير ايه? صح? فالاف الاولى على الاف التانية اكيد ايه كون? الاي ايه? الحالة الاولى? على الاي ايه? الحالة التانية? طب الاف الاولى بكام? باف. الاف التانية بكام? قال لي يبقى اتنين اف. الاي الاولى بكام? باي? كنتش عارفو اهو اي. والاي التانية بكام? يبقى زائد اربعة. يبقى اي زائد اربعة. حشطو الاف مع الاف. هيطلع برضو الاي بكام? باربعة امبير سؤال. جميل. نمبر اه نمبر سلتي فاي. بص. واير ما قالهوش فورس حاجة من الاتنين. يا اما الواير ده زي الواير اللي كان محطوط. اه في بتاع السلينويد. المنزر ده. اللي عملنا من شوية. فالمجنين الى كان رايح كده. والواير برضو كده. فالاتنين لبعض فما فيش فورس. يا اما الواير ده محطوط على فهو هنا كنه بيسألني فين اللي بقى فيهم لان الفورس. فدول تلاتة سلوك لهم لانس اكيد. والتلاتة فيهم زي ما انت شايف. يبقى في واحد فيهم معلوهوش مجنيتك فيلد. وطبعا ده هيكون مين? لو جيب بصيت كويس هتلاقي واير واي. لان واير واي هو الوحيد اللي في منطقة بالنسبة للاتنين اللي جنبه ايه? 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 وزد. هتخبي واير واي اهو. وتحط الكود. اكس وزد في السام يبقى بوزيتف بوزيتف. يبقى في النص في نيجاتف. مين في نيجاتف? واير واي. طب يا مستر تثبتلي بقى ان هو نيوترل. يبقى لازم الاي عاد دي ايه? ايكوال الاي عاد دي? يلا نسبته. يلا نسبته. بص. اي على دي. ايكوال كام? اتنين اي. على اتنين دي. خلاص. تروح على اتنين. فعلا يبقى الاجابة. يبقى واي هو الوحيد اللي في منطقة لو جيت بصيت على اكس. هتلاقي اكس بص كده. هتلاقي دلوقتي. هتخبي اكس خالص. يبقى لك كم سلك? سلكين. مين مين? واي وزد. حط الكود كده. اللي اتنين في السم يقى برضو هنا 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 وهنا 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 طب مين اللي كان هنا يبقى استحالة لا يكون في لن اثنان تيت قدش نفس الكلام بالنسبة تزد خد بقى لك. هتلاقي زد برضو. منطقة اديشن. فواي هو الوحيد يبقى هو الوحيد اللي ايه? طيب اه اه اي و بي و سي. اللي بعضيهم. انهي واحد فيهم اه او سوري للفورس تاعت واير بي. واير بي لو بصيت كده على واير بي هو عكس بتاع واير سي. ففيما بينهم فواير بي بيتزق كده. مين بيزقوا واير سي. بيقول له بيت عني. لانهم وفي نفس ذات الوقت. واير ايه عكس واير بي. فبرضو ايه بيزق بي بيقول له بيت عني. بيزق الناحية التانية. طب مين يكسب? مين يكسب? مين اللي يغلب? سي بيزق بي ناحية الشمال. وايه بيزق بي ناحية اليمين? عشان مين يكسب? الاقوى. مين الاقوى? اللي عنده ريشيو اي على دي اقوى. تعال بالنسبة الواير سي. انا عندي اي على دي. مين الكبير? طبعا انت في مشكلة حط الاي وحط خلاص? يبقى ده نص وده من الكبير يبقى اللي هيغلب? يبقى هو الاقوى? يبقى يزق بي ناحية الشمال. يبقى طيب سيرتي سيفن آآ سري ويرز كلهم شغلين اي وبيقول لي الكارينت ان واير زد سري اي. هيبقى تلاتة اي. يبقى الفورس على واير واي يحصل لها ايه? تعال نشوف كده نحل السؤال ازاي? تعال انا قبل ما نزود اي حاجة كده. بالنسبة الواير واي فهو متأثر بفورس بي اكس زد واي واي الواي. تمام? طب البي اكس زد دي عبر عن ايه? آآ بي اكس مينس بي زد. يا مستر انت اللي عملتهم مينس نفس القصة. خبي واير واي شيلوا. حط الكود للسلكين اللي قدامك. يعني المنطقة اللي ما بينهم منطقة سبتراكشن. طب مين اللي كان قاعد في حاله هنا? واير مين? واير واي. يبقى هعمل له ايه? واير واي هعمل له ايه? واير واي هعمل لهم مينس. خلاص. واي واي اللي واي. تعال نحسب. بي اكس. اي على دي. بي زد. اي على اتنين دي. فاي واي اللي هي باي. و اللي واي اللي هو اللي مسلا او حطه بوان مش فرقة يعني. سيجب اللي نزل بالوقت. طيب. اي اي على دي. بنص اي على دي. بنص اي على دي. خلاص? في اي اللي زي معنا. طيب. ده كده قيمة الفورس في الحالة الاولى. تمام? طب مين اللي يكسب? مهدلوقتي في اكس بيشد واي ناحيته. وي ويزد في سن داريكشن في زد بيشد واي ناحيته. يبقى زد بيشد واي كده. واكس بيشد واي كده. مين اللي يكسب الكبير? اللي عنده اي على دي اكبر. مين عنده اي على دي اكبر? اكس. اكس عنده اي على دي اكبر? لان هو عنده اي على دي. انما زد عنده اي على اتنين دي. فهو اصغر منه. زي المسألة اللي فاتت. يبقى المفروض ان هو كده كده حيتزق ناحية الشمال. هيتزق ناحية الشمال. ده كلامنا يبقى انا هكتب كده ببفور عشان ما نساش اكتشفت ان هو هيتحرك توزلفت واكتشفت ان الاف بتساوي نص اي على دي في اي ال. صح كده? تعالى بقى نعمل ايه? نمسح بقى الكلام ده. ونزود بتاع زد. قال لي كم? خلاص خلهولي تلاتة اي. يبقى حشيل ده. وهيبقى اسمه تلاتة تلاتة اي. تعالى نحسب. طبعا لسه كده كده مينس يلا. يبقى هكتب ايه? هكتب بي اكس مينس بي زد. اه بي اكس اللي هي. اه طبعا اي على دي. اي على دي. يبقى اي على دي. مينس. اه تلاتة اي على اتنين دي. طبعا في اي وي ال وي. في ال اي اي ال. طيب. حت الاي وحط تديلنا كامل? واحد واحد نص. تدينا برضو نص. يا مستر بس هتلا معك ده معنا ان زد بقى اقوى. طبعا مش مشكلة القصة دي الوقت. يبقى نص اي على دي. اي ال. اي ده طب يعني هو في الاول كان نص اي على دي اي ال. وبعد كده نص اي على دي اي ال. يبقى تي بس حاجة انت ستكتبها معلش. اه وانا بحسب هنا اخد بالك. في بره هنا يعني فيه هنا كده. اللي هي وفوق الهي نفس الكلام. رقم ثابت مش مشكلة انا عايز ازبتلك في النهائي ان هو قبل ايه والبعد. انا اصلا مش بقى دي مش مش مسألة. بحسب فيها بكام? انا بس بزبتلك ان هي ايه كانت بكام في الاول وبايت بكام بعد كده. اي كاني حطيت الميوب وان او الميوب على بعضها اه عشان نطيرها. خلاص يبقى هو رقم ثابت يعني موجود هنا اقوى هنا. المهم فكرة المسألة هيبقى وير زد لما يزيد اه تلاتة اي هيبقى اقوى من من الواير اكس فهو اللي يشد وير واي بالاجابة حلو جدا للسؤال. سرتي ايت سري وايرز عايز الفورس على واير واي. لسه حلنا من شوية بالزبط. يلا هنا بقى احسن بقى. فهنا ايه? حكتب ايه? الاف على واي كام? بي اكس ماينس بي زد. فاي واي الواي. هو عايزها يلا. طبعا هنا بنحسب ارقام فحعوض ده قبل الايه بالميوب الكلام ده يبقى اي على دي ما ينس اي على دي. اتنين على خمسة مينس عشرة على خمستاشر يبقى اي على دي. مينس اي على دي. فاي واي اللي هي خمسة. في اللي اللي هي وان ميتر. حكتب كل الكلام ده. ونشوف هيطلع معنا كامل. هيطلع معاك الانسر ايه? تمام? هيطلع معاك الانسر ايه? طيب هنا بالمرة اقول لي هو الواير بتاعنا ده. مين? مين الاقوى? ها? وزد بيشد واي ناحيته. عشان هما الاتنين سيم. وايكس برضو بيشد واي ناحيته عشان هما الاتنين سيم. يبقى واي بيتزق ناحية زد كده. وفي نفس الوقت ناحية كده. طيب مين اللي يغلب? الاقوى. يطلع اتنين على خمسة طيب امتين باور نيكتف تو اقوى? ولا عشرة على خمستاشر طيب امتين باور اتنين على خمسة انما عشرة على خمستاشر يبقى مين الاقوى? يبقى زد اقوى يبقى زد هو اللي هيشد واي ناحية. انا عارف ان هو مش طالة بالسؤال ده بس انا باكتا ليك اللي هو اكتر من مرة. مش حلو لان سيرتي ناين هو هو بالزبط اللي في كتاب الشرح. وهنام بعض بالتفصيل. فورتي مائة حاجة زي وكده. آآ يلا نحل لك. زي ما انت شايف في اللي هو مدهن. زي ما مرسم قدامك. هاتلي قيمة الاي ثلاثة واتجاه اي ثلاثة. تعال نجيب الديريكشن ونخلص منه عشان نطير حاجات من الاختيارات. بص. ويا الرقم واحد اللي هو الانوى ازرق. الكهربا في طلعه. والويا الرقم اتنين اللي هو باللغدر ده الكهربا في نازلة. مين الاقوى? مين اقوى? اللغدر ولا لا زرق? اللي عنده اي على دي اكبر. طب بالنسبة الرقم اتنين اللي هو باللغدر عنده خمسة على عشرة سنتي. انما اللي باللزرق اللي هو رقم واحد عنده اتنشر على التلاتين. اتنشر على التلاتين ده اقل من النص يعني مين القوي اللغدر? انا حسبتها انت حسب ده هتلع عشان عارف الناس ده مشكلة في الحسابات. ده ده هيطلع او بوينت فور اهو او بوينت فور. فاكيد طبعا ده اقوى اللغدر اقوى. كون اللغدر اقوى يبقى هو اللي هيغلب. طب ما لو كان واير رقم تلاتة. في نفس بتاع واير رقم اتنين كان واير اتنين هي ايه? هيشده. بس هو قال لي ان واير تلاتة بيبقيت كده. نهيت الشمال. يبقى اكيد هو عكس رقم اتنين عشان يحصل بينهم يبقى اكيد السلك رقم تلاتة الكهرباء فيها هتكون ايه? هتكون عشان تبقى عكس رقم اتنين فيتزقش مال. بس كده الله احمر بقى زي اللي ازرق ايوة حبيبي بس انا قلتلك الاقوى هو اللي بيكسب. الاقوى هو اللي بيغلب. من الاقوى والو للغدر. وازمة هلك اللي عنده رشي اي على دي. اللي عنده اي على دي اكبر هو ده قوي. ويبقى الاجابة اكيد من ال ايه للبي. من ال ايه للبي. يبقى الاجابة دي غلط. والاجابة دي غلط. ركز بما عشان ايه? نحسب الاف تعلق تحت. اللي هو مدي هلك دي. ونحسب ان هو ايه تلاتة. بص. دلوقتي الاف اللي ما بين السلك الاول والسلك التالت اتراكشن لمن السلك الازرق بيقول السلك رقم تلاتة تعال ناحيتي. وفي نفس ذات الوقت الفورس اللي ما بين اف رقم تلاتة و اف رقم اتنين العكس بيقول اللي بيد عني. بيبقى رقم واحد بيشد السلك الاحمر ناحيته. والواير اللي اخدر بيزوق السلك الاحمر بيد عنه. فالسلك الاحمر متأثر باتنين فورس. فورس كده وفورس كده. واللي اتنين عكس بعض. يبقى اللي اتنين اللي هامل لهم يبقى هامي ليه? الفورس الخضرة اللي هي اف تو سري اللي ما بين تو سري مينس الاف اللي ما بين و سري كل ده بيسوي كم? كل ده بي اكوال كم? الفورس اللي هم ادها لك اللي هي تلاتة مايكرو تمام? يلا يمضي انا اه اف تو سري بتسوي كم? ميو اه اي وان اي تو اللي هو خمسة في اي سري اللي لا ما عرفوش. والقل بون عشان هو كله على المسافة من السلك الاحمر والسلك الاخدر عشرة سنتي. مينس. الاف من وان و سري. يا جماعة دي وان و سري اشان ما هادش قول دي ع حرف بي. لا دي وان و سري. يلا. ميو. ها. اي وان واي سري. السلك الاول والتالت. اتناشر واي تلات. اللي لا ما عرفوش. على اتنين باي دي. المسافة من السلك التالت والسلك الاول اللي هو السلك اه اسف سلك الاول اللي هو التالت المسافة بينهم اربعين سنتي كل ده. يبقى كل دي اقوى كام? وتبدأ انك تعمل هيطلع معك وقولنا ان الكهراء بتاعته طلعة يبقى من الا للبي. من الا للبي. طيب انا بيقول لي iamente يعني عن رسمة. الخلاصة عايز التعال الوار بي. بص طبعا انت مش فاهم المسألة انا هشيل الاختيارات دي كلها دي اختيارات يا جماعة هشيلها عشان بس المسألة تبقى ايه واضحة اهو فيه كام سلكه قدامك ثلاثة البي والكيو والار هعمل لك بالطبع سهلة جدا بص على بي وكيو بي وكيو بيحصل ايه يبقى بيزوق ناحية الشمال بيقول له بيزوقه كده خليك فاكر طيب وبالنسبة بي وار بيحصل فبيقول له تعالى يبقى هو بيقرب منه طب واحد بيشد كده واحد بيشد كده وانت واحد في قولة سنة ويبقى رزالتا فين هنا ها سهلة جبت ما بين بي وكيو بيقول لابد عني عشان يبقى ناحية الشمال من غير ما استخدم ايه دي بيبقى عنية كده والبي والار يبقى فبيقرب منه يبقى بي بيتشد التحت لواء لا زرع ده طب في نفسه يبقى بيتشد التحت وفي نفس الوقت بيتشد شمال فهيتحرك فين كده بالورب كده يبقى ولا حيتزق التحت ولا حيتزق شمال حيتزق بالورب يبقى الاجابة لو رجعت بقى مسحت الاختائرات ارجع لك الاختائرات بقى كده. هتكون في اتجاه مين? هتكون في اتجاه طبعا. لان كيو بيزقيني كده. وفي نفس الوقت. آآ بيزقيني كده. فانا ولا هتزق ولا كده ولا كده هتزق. كده. يبقى الاجابة. هيحصل له ايه? طبعا لما تقتفع جدا السؤال يعني كلام فاضي لما انت تقفل السويتش ووصلتهم لباراليل فالارت ال فلما الارت ال هيزيد. لما يزيد الفرصة تزيد. طبيعي. لان الاف ايكول نيو اي وان اي تو ال على اتنين باي دي. حضرتك زودت لي اي وان يبقى الاف اتزيد شوكرا. خلاص. كلام فاضي. زي اللي حاليناه في في الشرح. ده فلما نقفل السويتش الار قالت. زاد. الا انه لما هيجي هنا هيتقسم نص ونص. ففي الاخر يخش نفس الكارنت يبقى اللي جادره تشينج. حاليناه في الشرح. اثبتها لك. الكهربا اللي ماشية في السلك اكس واي بتساوي في بي على ار لان الانترنل بيزيره اخد بالك فالفي ايكول في بي. فالاكس واي واخد في بي كلها. مستر احنا قفلنا دلوقتي السويتش بقى عندي مقاومتين خلاص كل واحدة منهم تاخد في بي. يعني لسه الاي برضو في بي على ار اه. يبقى ليجي انا مغاررتش حاجة. شمعنا مستر اللي فوق اغيرنا. عشان كهربا اللي ماشي في السلك اللي هو الايوان هي هي اي توتل. فهم? فالاي توتل بعد ما هيزيد. هيبقى اتنين اي لان قالت النص. كانت بار واصبحت نص ار. فبدل ما الاي بقى باي هيبقى اتنين اي. هيزيد بضبل. بس لما هيجي هنا هيتقسم لاي والاي. طب ما هو في الاول كان اي اصلا. بقى اللي جابة نوتشينج. نجي للمسائل. بيقول لي اتنين اي. اي على دي اي على دي. يبقى الاي. على المسافة اللي انا لسه ما اعرفهاش لانها غير مكانه. ما تقوليش دي. لأ انا لسه تغير مكانه. اي على دي. شطب. لأ ما شطبش ده. الاي مع الاي. يبقى دي ام ايكوال اتنين دي. يبقى لازم المسافة تبقى اتنين دي. هو في السؤال ما اديها لك دي. ده سليمي الكلامنا? ده مش مصبوط طبعا. ده يبقى لازم يتحرك دي كمان. حالشان احنا برضو في الشرح. اتنين متالي. ومديك الديامنترز كلها. ايه اللي يحصل في اللي جوه الكويل. الانر كويل. علشان. يبقى انت عايز. يكون ايكوال البي. او تعالى نسميها انا ننظمة اكتر. البي اللي جوه تكون بتاعت اللي برا. اللي هو لا استنى انت تتفهمني غلط لو قلت لك اتفهموني غلط. هتفهموني. اللارج وسمول. يلا. اللي هو الكويل السغنون. طب على اتنين الار بتاع الصغير بدي. اكوال على اتنين دي. الريديس بتاع الكويل الكبير اتنين دي. يلا. هتشطب لي الميو مع الميو. التو مع التو. الدي مع الدي. يا مستر ده هو بيقول متالك خاتمي بقى الان بوان. فالان بوان. بس يا سيدي. يبقى لازم الكارنت اللي في الكويل اللي جوه يكون بيكوال نص الكارنت اللي برا. خلاص? خد بلك انا ممكن نعملها اصلا بطريقة اصرع من كده كتير. اه مش احنا في بنعمل اي على دي اكوال اي على دي. في الكويل بقى نتعملها كده. اي على ار اكوال اي على ار. تفهم? اي على ار اكوال اي ار. هتيجي برضو معك. رقم تلاتة. اه انزل شوين فيجر واير اف رزيستنس سكستين اوم اس فورمد از ارينج اف ديامتر سكستين. معنا الديامتر. متوسط ببتري اتنشر فولت. معنا لها انترنل باتنين. معنا لتو اوم. هاتلي عند لما الكيب اوبن ولما الكيب اكلوز. طبعا كلام فاضي لو الكيب اوبن كده مش موجود. بقى حضرتك عندك نص لفة. يبقى الاول حاجة يحسب الكارنت اللي هي اتنين اوم زائد اا زائد تمانية. زائد تمانية مش ستاشر. مع الاتنين الانترنل. ونص التمانية لان انا هاخد نص الدايرة بس. هقول لك السلك كله بستاشر. انا هاخد نص الدايرة يبقى تمانية. يعني واحسيب لي عادي جدا ميو اي على تنين ار. الميو معك الان بنص على اتنين ار والا ار بكام وان سنتي. يبقى سنتي. حقيقة ده الديامتر. ده كده بفور سؤال فاضي. اقفل لي بقى السويتش. ده بقى ايه? ده السؤال ده. بص يا سيدي. ركز. لما حضرتك تقفل السويتش. احسب لي الايه الجيدة. بقى لها مختلفة هو مسلا بالسود. يلا. هيبقى الايه والكام. في بي. على دلوقتي يبقى عندك ده بكام بتمانية. وده بكام بتمانية. موصلهم يبقى اربعة. والانترنل باتنين. يبقى الكارنت بكام? باتنين امبير. طب البيت بقى بكام? ما تاخد ليش بقى ميو وانه ايه على الاتنين ار وتقول له ايه باتنين ولأ. اغلط. ليه? لان الاتنين امبير دي لما تيجي تكمل كده. هتيجي عند النقطة دي هيحصل لها ايه? هتتقسم. يخش هنا واحد امبير ويخش هنا واحد امبير. يبقى هنا فيه وان امبير. وهنا فيه وان امبير. طب بالنص العالمين ونص على الشمال. ليهم نفس البريميبوليتي. ليهم نفس النص نفة. ليهم نفس واحد امبير. ليهم نفس الريديس. ليهم نفس كل حاجة. بس النص اللي علي مين? طبق ايدك كده. انت بقى بيعمل اوت. والنص على الشمال بقى بيعمل اين? فيلغوا بعض يبقى بالنسبة لنمبر فور بيقول لي ده ار وده ار وده ار وده ار. اثبت ان الفيلد عند السنتر ايكوال زيرو. بسيطة جدا. الكارنت لما هيجي هنا هيتقسم عندي فوق هنا اتنين ار متوصلين زي سيريس. يخش فيهم كارنت قليل اللي هو واحد امبير. والارة الصغيرة خش في كارنت كتير اللي هو اتنين امبير. طيب البي ام. بيأثر لها كم واير? تلاتة. اكس واي. اكس زد. ووي زد. طيب اكس واي بيعمل اين? اكس زد بيعمل اين? انما سوري اكس زد واي اكس واي اكس زد بيعمل اين? انما واي زد بيعمل اوت. يبقى حاجم عدول ماينس ده. طيب يبقى ايزا اه انه تعالى نحط الميو. اه مش مشكلة خليها ميو زي ما هي. يبقى ميو في ون على تو باي دي بلاص ميو في ون على اتنين باي دي كلهم طبعا نفس اللي هو قال لي الام ده في السنتر. ميو في الكارنت. الكارنت بكام باتنين. ده بالنسبة الواي زيت ده بقى. باتنين امبير. على اتنين باي دي. طب ميو اي على اتنين باي دي. بكام? اتنين ميو اي على اتنين باي دي. مينس اتنين ميو اي. طبعا. ما فيش اي يبقى على اصورين فيش اهي. يبقى ناصلي. فيش اهي. ما يبقى امبير وهنا امبير. يبقى ايقوال كان ايقوال زيرو. طيب الجزء اللي بعد كده. نمبر فايف. متالك لوب عند الاسنتر بزيرو. طرم اقلي الفيلد بزيرو. يبقى ايزا البي وير. ايقوال البي كويل. يبدأ نعوض. ميو في الاي على المسافة. ما عرفهاش. البي كويل ميو. الان بان. عشان تصول جيب. تطلت عريبا ميتر. نمبر كامده نمبر فايف نمبر فايف بدي ميتر. طيب بقى احنا هنا لازم يبقى اكثر بعض. فلو ده كان طرعا كده. يبقى ده لازم يكون نازل يبقى نمبر سيكس. في كل سنتي معك عشرين لفة. طيب في حوالي كويل وان تيرن وان سنتيميتر. ايه هو اللي يمشي في الكويل عشان يكنسل الفلاكس. عايز يعني. ثلاغ سيبقى البي كويل ايقوال البي سيلينويد. ميو ان اي على اتنين ار ايقوال ميو ان اي على ال. انا عبدو نعوض. سأله ونعوض ممكن نكنسل. الميو مع الميو. والن بتاعة الكويل كده كده بوان اللي هو انترن. اي الكويل عايزين نعرفه. بتاع الكويل وان سنتيميتر. ان السلينويد ان السلينويد بتوينتي اي السلينويد او بوينت فايف. اللينس وان سنتيميتر بروض. هو اللي قايل عشرين لفة لكل سنتيمتر. فانت اكتب الانة بعشرين واللينس بوان سنتيمتر. يحسب الاي كويل. هيطلع معاك الاي كويل ايكويل امبير. طيب لو انت عجزت هيبقوا في السم مش هو دلوقتي كان بزيرو. فده معنا ان الكويل مسلا لو اين يبقى مسلا بيعمل اوت. فاللي تاني عكس بعض. فلو انت عجزت اي واحد فيهم هيبقى الاتنين في السم فساعتها عند السنتر. هتكون الكويل زياد بس اعوض وحسب ده وحسب ده. بس انا بفضل طريقة تانية بما ان الاتنين اصلا ايكويل. فخلاص يبقى اتنين او اتنين يعني هحسب واحد فيهم واضرف في التين. نمبر ستريت وير او ايتي سنتيمتر ده اللنس. محتوط في مجنينيك فيلد او فور تسلا والكرمت في فايف عايز الفورس لو الوير تبعا لو الوير تبعا ده اي بي سي لو الوير تبعا يبقى الفورس ماكسمم بل في في ايتي طيب تن بور نكتف تو هايطلع معك نمبر سيفن سكستين نمبر بي لو عمل انجل سيرتي مالتلاك سلو الوير ميل بانجل تلاتين كده ده وده الوير يبقى هكتب ايه? بل سين سيرتي هايطلع ايت نيوتن. طبعا ولو يبقى الفورس بزيرو على طول دي مش محتاجة اي حسابات نمبر ايت نمبر ايت كزا 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 معك هاد اللي يخلي اللي يخلي اللي عايز اعرفه در بحل آ راس well lense 40 centimeter ليسder有一inin 53.2 يخليط كزا وايتلا عمعك حراء اللي من 8 25-25 على ايهم ايه نمبر ايه 2 straight parallel wires دا كان يفل الأظهر اللنس ب2 متر 2 wires 2 متر وي Each of them carry current I1 و I2 من عرفهمش I1 و I2 في السم direction عايز I1 و I2 لو المagnetic flux دانستي at a point in the midway between them اسكزا. وهم اديك معلومتين وفيتو انون عايزينهم. طيب. لو عندي ده شايل اي وان وده شايل اي تو. في السم دايركشن. وهم اديك البي هنا. يعني هي مينس. يبقى هي نتيجة بي. وان مينس بي تو. يعني تيم بوار نكتف سيفن. على دي اللي هي وان. عشان اول لكن المسافة كلها كان. اتنين ميتر. والبوينت في الميد بوينت. حوال ان الاث في الميدوي يبقى ديب وان وديب وان. طيب مينس. اي تو على. من هنا كده هيطلع معاك ايكوشن هتودي يبقى اي وان ماينس اي تو ايكوال ففتي. يبقى اول اي وان. مينس اي تو ايكوال ففتي. في نفس الوقت بيقولك بكزا يبقى ازا الاف بتوين زم ايكوال. الميو. في الاي وان في الاي تو. والقلة بون. عشان نولك على دي بكام بتو نسافلهم بتو. هات من هنا اي وان في اي تو ايكوال كام? اي وان في اي تو ايكوال. هيطلع الفين وربماين. تب انت معاك ان اي وان ماينس اي تو ايكوال ففتي واي وان في اي تو. عايزين نحلوهم مع بعض. عايزين نحلوهم مع بعض. هجيب الاي وان هنا. من الايكوال دي. اي وان ايكوال الفين ربعمية. على الاي تو. واروح اعود بي فين? واروح اعود بي هنا. يبقى الفين ربعمية. على اي ماينس الاي تو ايكوال خمسين. هعمل واجيب مين? اي تو. تلاتين امبير. ده كده الاي تو. طب اعمل ايه? اعود مسلا هنا. او هنا. عشان اجيب الاي وان. طيب كما ايناس تلاتين بخمسين? تمانين. اني هنا فوق كده. يبقى اي وان ايكوال تمانين امبير. اخر سؤال. مبداينا واسل كندل في السم ديركشن. طب لو ان عكاس تل ديركشن ما بينهم. ساعتها ايه حصل? بالنسبة للمجنيتك فيل دي عند نوت اكس. والله بفور يعني قابل اي حاجة. هو سم ديركشن يبقى بي اكس كان يبقى بي اكس يبقى ماينس بيتو. طب بعد ما تاكس الديركشن. هتخلي مسلا واحد فيهم نازل مسلا. يبقى الكود نيجاتف بوستف نيجاتف. يبقى بي اكس هتكون بكامل? بي وان بلاس بيتو. معنى كده انها هات ايه? هتزيد. انها كانت ماينس في الاول بقى كده بقت. طلص يبقى الجابة هنا. طب بتاع الفورس. الماجنيتيود. ولا حاجة. لان الفورس قدوم بتاعها. فانا غيرت بس بس كارنت لزي ما هو. فالاي زي ما هي والاي زي ما هي والاي زي ما هي والل زي ما هي والتو والدي والميو كل حاجة زي ما هي. فالماجنيتيود بتاعها زي ما هو. انما بتاعها هو العكس بدلا ما كان في الاول دلوقتي هيبقى